موسيقى العاشرة بتوقيت واشنطن الثالثة بتوقيت جرانيتشنا حيلو المحرابي وهذه الحرة اليوم فيها مراسم جنازة جورج بوشل أبا في كاتدرائية واشنطن الوطنية وسط إغلاق للحكومة الفيدرالية والأسواق المالية الأمريكية حدادا على الرئيس الأسبق طرفان نزاع اليمنية سيلان السويد استعدادا للجلوس على طاولة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق عملية درع الشمال على الحدود مع لبنان بحثا عن مزيد من أنفاق حزب الله موسيقى بداية النشر مشاهدين من هنا من الولايات المتحدة حيث يواصل الأمريكيون اليوم إلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوشل أب وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم الأربعاء يوم حداد وطني كما سيحضر مع سيدة الأولى مراسم الجنازة الرسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن وقد بدأ الوداع الأخير للرئيس الراحل جورج بوشل أبال 2 بنقل جثمانه على متن طائرة الرئاسة من مدينة هيوستن في ولاية تكساس إلى العاصمة واشنطن وأمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال طائرة الرئاسة لنقل الجثمان من هيوستن إلى قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ميرلاندا ومن العاصمة واشنطن هشام برار مراسلة الحرة يطلعنا أكثر ويرسم لنا صورة أوضح عن أجواء هذا التأبين إذن هشام ليس جاهزا الآن ربما سنعود إليه في وقت لاحق نذهب الآن إلى الملف اليمني حيث يصل اليوم إلى سويد وفد حكومي يمني للمشاركة في محادثات سلام مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة ويرأس الوفدة اليمنية الحكومية الذي يضم 12 شخصا وزير الخارجية خالد اليماني وكتب مدير مكتب الرئاسة الجمهورية اليمنية عبدالله العليمي في حسابه على تويتر أن الوفدة سيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي يعتبرها فرصة حقيقية للسلام كما أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أن أيدي الحوثيين ممدودة للسلام هذه عودة إلى واشنطن ومراسل حرمنا هناك هشام بورر لإطلاعنا أكثر على الأجواء أجواء هذا التأبين الرئاسي إليك هشام نعم وفي هذه اللحظات الجميع ينتظر وصول جثمان الرئيس الأمريكي الواحد والاربعين جورج هيربرت ووكربوش إلى مقر الكاتدرائية الوطنية خلفه حيث ستجرى مراسم قدس وطني جنازة رسمية وطنية للرئيسية الراحل العدد من كبير من الزعماء والشخصيات وصلوا مقر الكنيسة بالفعل هذه الكنيسة التي تسع لثلاثة آلاف ومائتي مقعد هناك العديد من الشخصيات الأمريكية والزعماء جاءوا من مختلف أنحاء العالم للإشارة فقط العائلة الأردنية عبدالله الثاني والملكة رانيا يشاركان في هذه الجنازة في هذه المراسم هناك أيضا رئيس وزراء بولندا أندري دودا وأيضا أنجيلا ميركل المستشرة الألمانية إضافة إلى أمير تشارلز من بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجر أمير البحريني عبدالله بن حمد الخليفة أيضا حاضر وأمير قطر السابق حمد بن خليفة الثاني فقط إشارة لأهمية هذه الشخصية ومدى اجتذابها لحضور بارز من شخصيات وزعامة عبر العالم أبوا إلى أن يشاركوا في مراسم تأبيني الرئيس الأسبق جورج هربرت ووكر بوش المراسم ستبدأ بكلمة بعد القدس بكلمة للرئيس الأسبق جورج بوش الأبن وفقا لمصادرنا من مكتب الرئيس الأسبق قالوا بأن هذه الكلمة ستؤكد على جانب عاطفي على علاقة الإبن مع الأب وستتخللها لحظات مؤثرة وفقا لهؤلاء المسؤولين وأيضا لبعض المقتتفات من ذلك الخطاب الذي سيلقيه الرئيس جورج بوش الأبن بعد ذلك سيلقي جون ميتشم وهو مؤرخ وكاتب أمريكي ألف كتابا عن سيرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب سيتحدث في كلمة عن شخصية الرئيس عن تاريخه عن تضحياته عن مسيرته منذ كان طيارا بحريا في شباب عمره عندما كان في 18 من عمره والمحطات التي تسلق من خلالها الهرم السياسي من عضو في الكونغرس إلى نائب للرئيس مدير لوكرة الاستخبارات المركزية ورئيس للولايات المتحدة الرئيس الواحد والأربعون بطبيعة الحال سيلقي كلمة أيضا براين مالورني وهو رئيس وزراء كندا اختاره الرئيس الأسبق جورج بوش لإلقاء هذه الكلمة بنفسه لأنه صديق حميم له ثم بعد ذلك سيلقي كلمة أيضا آلان سيمسون وهو سيناتور السابق عن ولاية وايومين في هذه الكلمة يتوقع أن ننتقل إلى مرحلة الدعابة والجانب المزاحي للرئيس الأسبق كان صديق حميم كان يتبادلان المزاح كل الوقت ويتوقع من هذه الكلمة أن تكشف جانبا آخر للرئيس الأسبق علما أن الرئيس الحالي دونالد ترامب قبل لحظات بعت بتغريدة يشير فيها إلى أن هذه الجنازة الرسمية وإن جاءت في يوم حداد وطني إلا أنها لن تكون للحزن والأسى بل ستكون للاحتفال بمسيرة شخصية عظيمة كما قال شخصية عظيمة وحياة طويلة دامت أربعة وتسعين عاما وتتخللها الكثير من المحطات والإنجازات واللحظات الجذيرة بالذكر أمام هذا الحضور الكبير من زعماء عبر العالم ومن شخصيات بارزة رؤساء الولايات المتحدة الذين هم على قيد الحياة كلهم حاضرون هنا من الرئيس الأسبق بيل كلينتون جيمي كارتر وباراك أوباما كلهم سيكونوا حاضرين هنا الرئيس دونالد ترامب سيكون حاضرا لن يلقي كلمة خلال هذا القداس لا يمكن قراءة الكثير من غيابه عن منبر الخطابات خلال القداس لكن فقط لم يدرج اسمه لأن هذا التحضير وجدول المتحدثين هذه القائمة أعدت حتى قبل أن يعرف الرئيس الأسبق جورج بوش الأب أن الرئيس دونالد ترامب سيصبح رئيسا للولايات المتحدة عادة هذه التحضيرات وهذه الاستعدادات بتفاصيلها وبحدافيرها يعد لها وتوضع منذ فترة طويلة هشام بالنسبة للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث الرئيس الأمريكي عادة ما ربما يأمر بتنكيس العلام يعني تكريما للرئيس الأمريكي المتوفى هذا أيضا ما حصل اليوم ثلاثون يوما ستنكس به الأعلام هذه الدعوة التي أطلقها أيضا الرئيس دونالد ترامب فعلا ومن المعلومات اللافتة فقط أن هذه الأحداث نادرة في تاريخ الولايات المتحدة حاليا هناك خمسة وأربعون رئيسا فقط تعاقبوا على الرئاسة في الولايات المتحدة هذه آخر جنازة من هذا النوع شهدناها منذ 12 عاما عندما توفي الرئيس الراحل جيرالد فورد وشهدنا مثل هذه الأحداث لذلك هناك مراسم محددة وتقوس معينة يتبعها الرؤساء الحاليون من ضمنها إعلانه اليوم يوم حداد وطني فالحكومة الفيدرالية بجميع مؤسساتها مغلقة اليوم حتى الكثير من المدارس مغلقة اليوم يوم حداد وطني تنكس فيه الأعلام أيضا هي مناسبة نادرة تتوحد فيها الصفوف في الولايات المتحدة يتشبت فيها الأمريكيون على مختلف مشاربهم وأطيافهم السياسية بوطنيتهم ويتوحدون في صف واحد خلال في هذه القاعة قاعة الكدرية الوطنية تشاهد خصوم وأصدقاء مجتمعون وملتفون حول رموز بلادهم حول هذا الرمز هذه الشخصية وما تمثلها للولايات المتحدة من تضحيات وتفان من أجل الوطن حشان أيضا من اللافت من ضمن هذه التقوص والتقاليد المتبعة في مثل هذه الأحداث بأن الرئيس حينما يتوفى رئيس سابق يعطي إعلانا أو ربما أمرا لوزارة الدفاع بتنظيم هذه الجنازة بوجود عدد كبير من فعاليات الجيش وربما فرقة المشاة المتواجدة كما نراها في الصورة الآن وأيضا تقدم المساعدة لعائلة المتوفة بتنظيم مثل هذا التأبين بالفعل والرئيس دونالد ترامب أذهب إلى بعض من ذلك رغبة منه لسيما في رأب الصدع مع عائلة بورش بعد خلافات سياسية ليست سرا لكثير من الأمريكيين ولمن يتابعون السياسة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر منح العائلة الطائرة الرئاسية ايرفورس وان لتذهب إلى تكساس لهيوستن هي التي نقلت جثمان الرئيس جورج هربر ووركت بوش نقلته إلى واشنطن ستنقله مرة ثانية إلى تكساس لورى الثرى هناك الرئيس الأمريكي أيضا سمح لجورج بوش الإبن وزوجته بالإقامة في البلير هاوس وهي مقر إقامة لضيوف والشخصيات البارزة للبيت الأبيض لسيما الرؤساء لرؤساء الدول الحليفة الذين يأتون لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي هي منزل تاريخي موجود أمام البيت الأبيض بالضبط والرئيس الأمريكي سمح لهم بالإقامة في هذا المنزل وأيضا زارهم بشكل شخصي هو عقيلته ميلانيا بالأمس ميلانيا أيضا وفي لحظات ودية مع لورا بوش وهو طبعا علاقة مع سيدة أولى وسيدة أولى سابقة استضافت السيدة الأولى في البيت الأبيض لزيارة استعدادات لاحتفالات عيد الميلاد في أروقة البيت الأبيض هناك أيضا نية للرئيس الأمريكي في استضافة بوش وزوجته اليوم في البيت الأبيض قبل مغادرتهما إلى ولاية تكساس لحضور الجنازة الختامية غدا في تكساس وأيضا مراسم الدفن طبعا كما قلت هشام ونحن نتحدث عن هذه المراسم لتوديع شخصية مهمة داخل الولايات المتحدة كرئيس لهذه البلاد خلال 30 عام الماضية ربما ذكرت قبل قليل بأن هناك خمس رؤساء توفوا وحضوا كثير منهم طبعا بمثل هذه الجنازات الرسمية نذكر فورد وريغان وجونسون والآن بوش أيضا الكل ربما يأتي قريبا من الكاتدرائية الوطنية في واشنطن وبوجود هذه القاعة داخل هذه الكاتدرائية هل هناك أي بعد تاريخي هشام إذا كانت لديك أي معلومات عن سبب توجههم إلى هذا المكان وبعد ذلك الذهاب بهم عودة إلى مسقط رأسهم طبعا وهي الكاتدرائية الوطنية لأنها تمثل مركز إنشئة لهذه الجنازات الرسمية أخر جنازة شهيدت في هذا المكان بطبعة الحال لا ننسى جنازة جون مكين السيناتور الأمريكي الذي توفي من خلال قبل أشهر فقط وشوعت جنازته أيضا ونظم قداس له في هذه الكنيسة هي رمز وطني أكثر من ديني هناك طبعا الشخصيات الكبرى في التاريخ الكبيرة في التاريخ نظمت لها جنازة في هذا المكان وأيضا لا نسى بأنه كما قلت هو مكان كبير جدا يسع الحضور الكبير الذي يمكن أن يستقطبه مثل هذا القدس وهو تسع لـ 3200 مقعد هناك الكثير من اللحظات التاريخية منذ وفاة الرئيس الأسبق جون أف كينيدي الجميع يتذكر لحظات وهذا الموكب الذي تأتي به الجنازة إلى هذه الكنيسة فباتت رمزا طبعا للمواساة رمزا لتكريم الرؤساء السابقين للشخصيات الكبيرة في تاريخ الولايات المتحدة وليس فقط الرؤساء معلمة مهمة في واشنطن أثرية أيضا لزيارتها لمن يأتي إلى واشنطن يمكنه زيارة هذه المعلمة نظرا لبعدها التاريخي أيضا ولشكلها ولهندستها التاريخية أيضا والأحداد كما تقول كما قلت التي تعيد التي تعيدها إلى الأذهان بمجرد وقوفك أمام منارتها الشامخة نعم نعم هشام أشكرك شكرا جزيلا حتى الآن على كل هذه المعلومات والإضاحات والصورة القريبة جدا عن أجواء الجنازة الرئاسية لرئيس الأسبق جورج بوش الأب وربما نعود إليك لتفاصيل أكثر في نشرات لاحقة أو ربما في سياقي حتى هذه النشرة شكرا جزيلا لك أيشام برار مرة أخرى مشاهدينا نعود إلى اليمن حيث أكدت الولايات المتحدة أن المحادثات بشأن اليمن في السويد خطوة أولى ضرورية وحيوية للسلام ودعت الأطراف كفة للالتزام الكلي بوقف أي أعمال عدائية وضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر ناورت أن هذا الظرف مناسب لليمنيين لتعويض الصراع بالتوافق والعمل سويا لرسم مستقبل مشرق لليمن توقعت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن بنسبة 50% هذا العام مقارنة مع العام الماضي وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ملمان أن المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن يسافرون برا عبر جيبوتي ثم يخوضون رحلات خطرة بالقوارب عبر خليج عدن إلى اليمن وتشير تقديرات إلى أن 92% من المهاجرين من إثيوبيا والباقين من الصومال وإن 20% منهم قصر كثير منهم دون مرافقين إلى إسرائيل مشاهدين حيث قال الناطق بليسان الجيش الإسرائيلي إن أعمال حفر إضافية تجري في شمال غرب الحدود قبلة بلدة رامية لبنانية وتأتي أعمال جديدة بالتوازي مع الكشف عن النفق المقابل لبلدة كفركلة جنوب لبنان وقال الناطق أنه سيتم إخراج هذه الأنفاق من حيز العمل دون الإفصاح إذا ما سيتم تفجيرها أو تفخيقها وكان الجيش الإسرائيلي أطلق عملية درع الشمال التي تهدف لكشف وتدمير أنفاق حفرها حزب الله لشن هجمات عبر الحدود من لبنان على إسرائيل هذا ويعقد اجتماع للجنة الثلاثية في النقورة جنوب لبنان يضم ضباطا من الجيش الإسرائيلي وضباطا من الجيش اللبناني وقائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفل للبحث في أنفاق حزب الله في سياقنا متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إن عملية درع الشمال ليست عملية محددة بل هي عملية واسعة ولم تنتهي بعد واتهم إيران بتمويل أنفاق الإرهاب التي بناها حزب الله اللبناني أنفاق الإرهاب العبر الحدود هذه بناء حزب الله بدعم مباشر وتمويل من قبل إيران هذه الأنفاق بنيت من أجل غاية واحدة مهاجمة وقتل رجال ونساء وأطفال الإسرائيليين الأبرياء هذا انتهاك خطير للسيادة الإسرائيلية وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 هذا عمل عدواني وحشي غير مقبول ويعقد اجتماع للجنة الثلاثية في النقورة جنوب لبنان كما ذكرنا يضم ضباطا من الجيش الإسرائيلي وضباط من الجيش اللبناني وكذلك قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفل للبحث في العملية الإسرائيلية لكشف أنفاق حزب الله وبالتالي تدميرها من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أعمال الحفر هي إضافية وتجري في شمال غرب الحدود قبالة بلدة رامية لبنانية بالتوازي مع الكشف عن النفق المقابل لبلدة كفر كلا جنوب لبنان كما وضح أنه سيتم إخراج هذه الأنفاق من حيث العمل دون الإفصاح إذا ما سيتم تجيرها أو تفخيخها أما الجيش اللبناني فقد أكد أنه يسير دوريات مع قوات اليونيفل على طول الحدود مع إسرائيل لتفادي أي تصعيد توقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين حركة حماس بسبب إطلاق صواريخ نحو إسرائيل وعبر عن اعتقاده بالحصول على أغلبية الأصوات هذا من المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع القرار الأمريكي بعد ظهر غد الخميس وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور الاعتابي أن الدول العربية ستسعى للحصول على دعم للقرار بأغلبية الثلاثين بدلا من أغلبية بسيطة يبدأ ممثل وزير الخارجية الأمريكية الخاص للشان السورية السفير جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المشرق والمبعوث الخاص إلى سوريا جويل ريبونان يبدأان زيارة إلى تركيا والأردن الشهر الجاري بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أوضح أن السفير جيفري سيلتقي في تركيا بقادة أتراك ومسؤولين كبار لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا وفي الأردن سيجتمع بكبار المسؤولين الأردنيين للتجديد على أهمية إبقاء الضغط على النظام السوري وتشجيع كل الجهود الممكنة من أجل دفع المسار السياسي في سوريا بعد قليل مشاهدين في هذه النشرة اجتماع في جينيف بشأن مستقبل الصحراء الغربية بهدف أحياء عملية التفاوض المتعثر منذ 2012 وقبيل اجتماع منظمة أوبيك مطالب أمريكية بخفض إنتاج النفط والسعودية تحاول إقناع روسيا بالانضمام إلى التخفيرات ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وتقوم وزارة الدفاع بتنظيم هذه الجنازة وكل ما تتطلبه من قوات متواجدة وتأمين للمكان عودة لمشرتنا مشاهدين وتبدأ اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف محادثات بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ عام 2012 حول الصحراء الغربية ووصفت الأمم المتحدة لقاء بأنه يمثل فرصة تفاوض جديدة تتيح لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثاء أن أنطونيو جوتيرش يدعو كل الأطراف إلى الانخراط في المحادثات بدون شروط مسبقة وفي جو بناء مهد انسحاب إسبانيا من مستعمراتها السابقة الصحراء الغربية عام 1976 لولادة قضية تعد اليوم أحد أقدم النزاعات في القارة الأفريقية المتابع تفاصيل أوفى مع محمود عبد الكريم في العرض التالي في ذات العام أعلنت جبهة البوليساريو التي تشكلت لمقاومة الوجود الإسباني أحاديا قيام الجمهورية العربية الصحراوية وحظيت باعتراف بعض الدول الأفريقية ومباركة الجزائر التي اتخذت حكومة الصحراوية من أراضيها مقرا في المقابل رفض المغرب وموريتانيا الاعتراف باستغلال الصحراء وهم المكلفان بموجب اتفاقية مدريد المبربة مع إسبانيا بإدارة المنطقة وساعد غين الصحراء الغربية المشرفة على المحيط الأطلسي بالثروة السماكية والفسفات والنفط والمعادن على تأجيج الصراع حولها فدارت حرب خاضتها القوات المغربية والموريتانية من جهة وجفت البوليساريو مدعومة من اليزائر وليبيا من جهة أخرى في عامي 75 حتى 88 من القرن الماضي وذلك أصولا إلى توقيع المغرب والبوليساريو على اتفاق المبادئ الذي أحمد النزاع في عام 91 تعدلت مقترحات تسوية النزاع المقدمة من الأمم المتحدة ودول مثل الولايات المتحدة وفرنسا مطلع الألفية غير أنها استدمت باعتراض المغرب على أي حلول قد تفضي إلى انفصال الصحراء ورفض البوليساريو أي صفقة لا تشمل منح شعب الصحراء حق تقرير المصير هذا التباعد أدخل القضية في جمود دبلوماسي مستمر منذ عقد ونيف أصدر الإدعاء التركية مذكرتين لاعتقال المسؤولين السعوديين السابقين سعود القحطاني وأحمد عصيري للاجتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي سعودي جمال خاشقجي ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تركيين أن المكتب خلص إلى أن هناك اشتباها قويا بأن القحطاني وهو مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي وعصيري وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا شارك في التخطيط لقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول أكتوبر ويأتي ذلك غدا تصريح مشرعين أمريكيين بأنهم أصبحوا متأكدين من أن ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل خاشقجي بعد إفادة مديرة وكلة المخابرات المركزية قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي إن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل الصحفي سعودي جمال خاشقجي وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في جينيف عبرت باشلي عن اعتقادها بوجود حاجة لمعرفة ما حدث بالفعل والأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة حسب تعبيرها إلى العراق تنطلق مطلع العام 2019 تحقيقات الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق وقد تبنى مجلس الأمن في العام 2017 بناء على طلب من العراق قرارا بالإجماع يمهد الطريقة لإجراء تحقيق بهدف محاكمة عناصر التنظيم وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم مليوني دولار دعما لجهود محقق الأمم المتحدة أكد القيادي في اتلاف النصر علي السنيد أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تواجد في بغداد بالتزامن مع عقد جلسات مجلس النواب الخاصة بإكمال الكابين الوزاري أمس الثلاثاء وضاف السنيد أن سليماني جاء من أجل الضغط لتمرير فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية مشيرا إلى أن هذه التدخلات رفضت ولا يتحقق ما أراده سليماني حسب تعبيره وشدد القيادي في اتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي أن تحالف الإصلاح الرافض لتسمية غير مستقلين للوزارة الأمنية يرفض أي تدخلات خارجية في قضاء الشيخان شمال مدينة الموصل أكثر من 42 طفلا أزيديا تحت ضنهم منظمة عين سفني الخيري نتابع أطفال أيتام من ضحايا داعش فقدوا أباءهم وأمهاتهم وذويهم بعد أن حصد أرواحهم التنظيم أثناء اشتياحه لمناطق الأزيديين في سنجار وفي دور للإيواء والرعاية خصصت المنظمة المحلية العراقية وبدعم من منظمات دولية ثلاث الغذاء والملابس ومستلزمات الحياة اليومية للأطفال فضلا عن جلسات إعادة تأهيل الأطفال نفسيا وتخفيف الصدمات أثناء تعرضهم للاحتجاز لدى تنظيم داعش خدمات تسعى من خلالها هذه المنظمات رأب صدع الدمار في نفوس هؤلاء الأيتام في حين تبقى المطالب من قبل المنظمات المحلية للجهات الحكومية العراقية بإيواء مئات الأطفال الآخرين في دور رعاية خاصة بهم وإعادة تأهيلهم وتوفير مستلزماتهم الحياتية عقد مجلس الأمن الدولي أمس ثلاثاء جلسة مغلقة لبحث اختبار إيران صاروخا باليستيا المتوسط المدى وصفته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه استخفاف بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي لكن لم تدفع أي دولة عضو بالمجلس باتجاه اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب هذه التجربة التي تمت في الأول من ديسمبر وقبل بدء الجلسة المغلقة طالبت السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كهيلي مجلس الأمن بإدانة جماعية للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي احتجاجات فرنسا مشاهدين على الأوضاع الاقتصادي انتقلت لتونس التي دعت إلى احتجاجات واسعة يرتدي الناشطون فيها سترات حمراء تعبيرا عن ترد الأوضاع المعيشية في البلاد هنا في تونس لا يختلف الأمر عنه في فرنسا سلطات باريس اتهمت أصحاب السترات الصفراء بأنهم يسعون إلى جر البلاد نحو الفوضى وفي تونس يواجه القائمون على حملة سترات الحمراء نفس التهم سترات فرنسا الصفراء انتفضت رفضا لارتفاع أسعار البترول واحتجاجا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤكدة أن إصلاحات الرئيس تفاقم الفجوة بين الطبقات المجتمع الفرنسي وسترات تونس الحمراء تحاول تحشيد الشارع ضد سلطات تقول إنها تمادت في التجاوز على حدود الشعب وخطوطه الحمراء فزادت من فقره وبؤسه بدلا من أن تكون حارسة على ثورته التي أكدت أن خير البلاد لكل مواطنيها لا لطبقة بعينها ذات الموضوع شكل استياءا عند الشارع الفرنسي الذي رفض العودة إلى عصر تتركز فيه الملكية والأموال بيد طبقة بعينها وهو ما ألقته الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789 واستمرت عشر سنوات خلفها منذ عصور وهو ما استلهمه التونسيون في حراكهم عام 2011 الشارع التونسي الذي قاد الربيع العربي يعود لاستلهام نفسه الثوري من الشارع الفرنسي معلنا رفضه لنهج الحكومة والمعارضة التي تهادنها من حين لآخر بسترة حمراء تنذر بأوضاع معيشية لم تعد تحتمل تعهدت الحكومة الفرنسية التي تواجه احتجاجات السترات الصفراء ضد سياستها الضريبية والاجتماعية بإجراء تقييم لفعالية إصلاحها المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعية ضرائب الأكثر ثراء وألمح المتحدث باسم الحكومة بن جامين غريفو إلى أن الحكومة قد تعيد فرض الضريبة على الثروة التي يطالب بها عدد كبير من المحتجين الذين يكثفون تظاهراته منذ ثلاثة سابع في جميع أنحاء بلاد وقد تم تحويل الضريبة على الثروة في العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها الأمر الذي اعتبره اليسار بمثابة هدية للأغنياء قالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى ساعدت على ضمان السلام في أوروبا على مدى الأعوام الثلاثين الماضية وأكدت الرغبة في الحفاظ عليها وجاءت هذه التصريحات في اليوم الأخير من اجتماعات مجلس وزراء خارجية الناتو الذي يستمر ليومين في بروكسل يذكر أن الولايات المتحدة هددت بالانسحاب من المعاهدة بسبب انتهاكات روسية مزعومة قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إن بلاده ستضطر إلى الرد في حال انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حضر الأسلحة النووية المتوسطة والقصيرة المدى التي وقعتها الدولتان عام 1987 وقال بوتين إن موسكو ضد الغاء المعاهدة لكن واشنطن قررت الانسحاب منها منذ وقت طويل وأنها تتذرع الآن بحجج واهية منها اتهم روسيا بانتهاكها لتتمكن من ذلك وكان الكريملين أعلن أو قال إن الولايات المتحدة تتلاعب بالحقائق من أجل اتهم روسيا بانتهاكات معاهدة حضر الأسلحة النووية المتوسطة لاستخدام ذلك كذري على الانسحاب منها من جهتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها تلتزم بشكل صارم بتلك المعاهدة وإن واشنطن تعلم ذلك تماما قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فيكتور موجينكو إن روسيا تعزز قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا منذ أغسطس وتمثل الآن أكبر تهديد عسكري لبلاده منذ العام 2014 وشار في مقابلة مع رويترز إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية قال إنها توضح وجود ذبابات روسية متمركزة على بعد 18 كيلو مترا من الحدود الأوكرانية وقال موجينكو إن أوكرانيا نشرت المزيد من القوات البرية والجوية في المنطقة ردا على ذلك وعززت التدريبات العسكرية في أنحاء البلاد في هذا الإطار مشاهدين أفادت مصادر مطلعة بأن ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران براين هوك التقى في فيينا اليوم مزير الطاقة السعودي خالد الفالح من دون ذكر أي تفاصيل بشأن ما تم تداوله خلال اللقاء وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث السعودية أكبر منتج في أوبيك على عدم خفض الإنتاج لكي تبقى الأسعار منخفضة وقال إن زيادة إمدادات النفط هو مقابل تدفعه الرياض نظير الدعم الأمريكي للسعودية في مواجهة إيران وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الشهر الماضي الأمر الذي أدى إلى تقليص تدفقات النفط الإيراني في وقت تقول واشنطن إنها تريد في نهاية المطاف وقف الشحنات الإيرانية تماما هذا وقال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنا إن بلاده لن تناقش حصتها الإنتاجية في أوبيك ما دامت تحت العقوبات ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن زنغنا قوله إن حصة إيران في منظمة الدول المصدرة للبترول لن تكون موضوع نقاش مع أي أحد ما دامت إيران تحت العقوبات خسرت الحكومة البريطانية تصويتا يتعلق بالخروج خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أن قرر النواب أنها ازدرت البرلمان برفضها نشر رأي قانوني كامل حول اتفاق بريكزيت وسيضطر ذلك أو يضطر حكومة تيريزاماي لنشر هذا الرأي كاملا قبل أسبوع من تصويت حاسم آخر في البرلمان حول الاتفاق نفسه في الحد عشر من الشهر الجاري ويعتقد معارضوها الحكومة أن ذلك الرأي القانوني سيكشف عن شكوك النائب العام جيفري كوكس في اتفاق بريكزيت بعد قليل مشاهدين في هذه النشرة تعهد صيني أميركي لتخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ترجمة نانسي قنقر اذا المشاهدين ما زلنا نتابع هذه الصور المباشرة والحية من العاصمة الأمريكية وواشنطن ومن داخل الكاتدرائية التي ستحتضن جثمان الرئيس الحدي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب متابع في هذه الصور عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين الرئيس بارك عباما ومن الرئيس بيل كلينتون موسيقى 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 إذن عودة مشاهدينا إلى مراسل الحرة من واشنطن الآن أمام الكاتدرائية الوطنية هشام بورار هشام مرحبا بك صور الحية التي تابعناها قبل قليل تظهر عدد من الروسال أمريكيين السابقين باراك أوباما وبيل تلينتين وجيمي كارتر وأيضا هناك العديد ربما من الشخصيات الأخرى هل حضر حتى الآن أحد غير الذين أعلنت عنهم بقدوم الملك عبدالله والملكة رانية وعدد أيضا من الشخصيات الأخرى الذين يتوافدون لوداع الرئيس الحادي والأربعين بالفعل من حضر بالفعل أخذ مكانه في هذه القاعة الآن في لحظات انتظار وصول جثماني الرئيسي الأمريكي الأسباق جورج بوش الأب قبل لحظة فقط مر موكب جنازته أمام البيت الأبيض في لحظات مؤترة تاريخية ذلك المكان بطبعة الحال الذي قد فيه أربع سنوات كرئيس وثماني سنوات كنائب للرئيس الأسباق رونالد ريغن هذه اللحظات تشاهد الصور أمام طبعا داخل الكاتدرائية وأمام الكاتدرائية في انتظار وصول الموكب الجنائزي بطبيعة الحال يجب أن يشير أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موكبه يبدو أنه وصل قبل لحظات إلى الكاتدرائية الوطنية الآن طبعا هذا الموكب يأتي من الكونغرس الأمريكي حيث سجي جثمان الرئيس جورج هربرت ووكربوش على مدى ثلاثة أيام منذ مساء الاثنين الماضي عندما استقدم من ولاية تكساس حيث مقر إقامته وسيعود أيضا الليلة لورث ترى غدا لحظات وموكب تاريخي يأتي من الكونغرس إلى الكاتدرائية الوطنية مرورا عبر البيت الأبيض عشان نتالع الآن وإياك هذه الصور الحية لوصول الرئيس الأمريكي وسيدة الأولى إلى مقر الكاتدرائية الوطنية في واشنطن هذه إذن مشاهدين الصور الحية المباشرة من واشنطن لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيدة الأولى ميلانيا ترامب لمقر الكاتدرائية الوطنية لحضور جنازة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب طبعا وهذا هو النشاط الوحيد على جدول الرئيس الأمريكي اليوم الذي قرر إعلان اليوم يوم حداد وطني نشاهد الآن حديث وتبدل التحية مع الرئيس السابق باراكوباما وزوجته ميشيل أوباما لحظات فقط تحدث في مثل هذه المناسبات التي تنصهر فيها الخلافات السياسية التوتر بين الزعماء بين المسؤولين بين السياسيين تحت سقف الكاتدرائية الوطنية في لحظات حزن وطني في لحظات جنازة وطنية اللحظات كما قلت تنفرد بها الولايات المتحدة شيئا ما لأن في هذه الأحداث يلتفوا الجميع حول العالم الوطني حول الرموز الوطنية وتتجاوز على الأقل في هذه اللحظات على الأقل في هذا اليوم يوم الحداد الوطني تلك الخلافات السياسية حيشان لو استعرضنا وإياك مرة أخرى جدول العمل الذي سيجري الآن الآن حضر ربما أبرز وأهم الشخصيات لوداع الرئيس ال41 جورج بوش الأب حينما يصل جثمان إلى داخل هذه القاعة في الكاتدرائية الوطنية داخل العاصمة واشنطن ما الذي سيحصل بعد ذلك بوصول الجثمان سيبدأ القداس بالصلاة بطبيعة الحال ثم الكلمة الكلمة الأولى الرئيسية التي سيولقيها الرئيس جورج بوش الأبن الرئيس الأمريكي الأسبق هذه الكلمة قيل لنا وفقا لمسؤولين من مكتبه بأنها ستكون مؤثرة ستبرز الجانب المتعلق الجانب الشخصي المتعلق بعلاقة الابن مع الأب وهي حالة فريدة أن يتم الحديث بهذه الكلمة من ابن لأبيه وكلاهما كان رئيسا للولايات المتحدة بالفعل والرئيس الأسبق كان يقول دائما بأنه كان ليست علاقة أب وابن بل مستشار بل صديق تلك العلاقة الحميمية سنستمع إلى جانب منها في خطاب رئيس جورج بوش الأبن علما فقط للإشارة أن آخر كلمة نطق بها أو جملة نطق بها الرئيس جورج بوش الأب لابني عبر الهاتف هي أنني أحبك أيضا آخر كلمة له قبل أن توافيه ألمانية بعد تلك الكلمة التي يتوقع أن تركز على الجانب العاطفي على الجانب الشخصي علاقة الابن مع الأب هناك كلمة سيلقيها جون ميتشم وهو مؤرخ وكاتب أمريكي ألف كتابا عن سيرة جورج بوش الأب سيتحدث عن شخصية الرئيس الأمريكي على سبق عن إنجازاته عن علاقاته مع أصدقائه ومحطاته التاريخية عبر مسيرة تاريخية طبعا عمر طويل لأربعة وتسعين عاما منذ كان طيارا بحريا في ثامنة عشر من العمر في الحرب العالمية الثانية ثم مناصب متعددة عضو في الكونغرس الأمريكي في مجلس النواب مديرا لوكالة الاستخبارة المركزية سيائي نائبا للرئيس هشان يبدو من ذلك بأن الذين سيتحدثون بكلماتهم أمام نعش الرئيس جورج بوش الأب هم الذين عاصروا هم الذين يعرفون هم الذين ربما يقتربون من سنه ولذلك لم نلحظ من جدول أعمال هذه الكلمات أن يلقي أحد الرؤساء الأمريكيين السابقين باراك أوباما بيل كلينتون وجيمي كارتر كلمة ربما بهذا الصدد هل هناك ربط بهذا الاتجاه من وجهة نظرك؟ وبالفعل وكان يمكن أن يختار مثلا بيل كلينتون لسيما أنه ربطته علاقة صداقة معه رغم أنه كان الشخص الذي حرمه من ولاية ثانية لكن من طبعا الجانب الآخر والفريد في شخصية جورج بوش أنه نجح في ربط تلك العلاقة الحميمية الوثيقة مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون سافر عبر العالم تضامن وتعاون من أجل قضايا وأعمال خيرية اختار هؤلاء الأشخاص لطبعا أسباب شخصية لعلاقته الشخص الفريد معهم لسيما أنه أراد ربما أن رئيسا سابقا وهو ابنه أن يكتفي بهذا القدر ثم اختار رئيس وزراء كندا السابق أو الأحرى الأسبق براين مولورني وهو صديق حميم له طبعا من دولة أخرى من كندا اختاره أن يلقي كلمة إلى جانب سيناتور الأسبق أيضا ألان سيمبسون هذا سيناتور صديق للرئيس جورج بوش الأب وتربته علاقة أيضا كما قلت صداقة يتبدل المزاح كثيرا ويتوقع أن نستمع وربما نشاهد الموكب موكب النعش يقترب من الكاتدرائية الآن نشاهد الدرجات النارية التي عادة تتقدمه وصلت الآن إلى البوابة الرئيسية للكاتدرائية كما قلت ألان سيمبسون هو من الشخصيات الطريفة التي تحب الكثير إذن هشام وصلت جنازة الرئيس بوش الأب الآن إلى الكاتدرائية؟ بالفعل بالفعل تصل الآن نرى الدرجات النارية تتقدمها ثم سنرى موكب الجنازة بعض لحظة قليلة الآن أمام الكاتدرائية الوطنية حتى الآن الصور التي نشاهدها هي من داخل الكاتدرائية والزعماء ينتظرون بالفعل هذه هي الصور المباشرة الصحيح هذه هي الصور المباشرة لوصول نعش رئيس الأسبق جورج بوش الأب إلى مقر الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن هشام برار شكرا جزيلا لك مرة أخرى على كل هذه المعلومات وسيتابع معك الزملاء في نشرات لاحقة أجواء هذه الجنازة شكرا لك مرة أخرى إلى الصين مشاهدين إذ قالت اليوم أنها تسعى جاهدة لدفع المفاوضات التجارية قدما مع الولايات المتحدة في غضون تسعين يوما وتعهدت في بيان صادر عن وزارة التجارة بالعمل سريعا على نقاط التوافق التي تم التواصل إليها مع واشنطن لتخفيف حدة الخلاف التجاري بينهما وقالت إن المحادثات بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي كانت ناجحة وإنها واثقة من تنفيذ اتفاقهما في نهاية هذه النشرة مشاهدين تذكير بإنرز العنوين مراسم جنازة جورج بوش الأب في كاتدرائية واشنطن الوطنية وسط إغلاق للحكومة الفيدرالية والأسواق المالية الأمريكية حدادا على الرئيس الأسبق طرف نزاع اليمنية صلان السويد استعدادا للجلوس على طاولة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي وسيعوا نطاق عملية الدرع الشمال على الحدود مع لبنان بحثا عن مزيد من أنفاق حزب الله المزيد من الأخبار عبر الحرة دوت كوم ومنصات الحرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر